رياضياً تأهل البطل الأولمبي المغربي سوفيان البقالي اليوم السبت لنهاء سباق 3000 متر موانع برسم منافسة بطولة العالم التاسع عشر لألعاب القوى المقامة في الفترة من التاسع عشر إلى سبع والعشرين من غشة الجاري بالعاصمة المجرية بيودابيست هذا وحل البقالي في المركز الثاني ضمن السلسلة الثانية بتوقيت 8 دقائق و23 ثانية و66 جزءاً من المئة خلف الأمريكي كينيث روكس الذي سجل نفس التوقيت في حين جاء تونسي محمد أمين الجهناوي في المركز الثالث ب8 دقائق و24 ثانية و20 جزءاً من المئة